عالم الزراعة بسم الله الرحمن الرحيم اخواني الاعزاء اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في فيديو جديد على قناتكم قناة عالم الزراعة نشوف ما حضركم اليوم زراعة التين في الاصصيص واللي ينطبق على الاصصيص وينطبق على المشاريع دي شتلة من ضمن الشتلات اللي زرعناها فيديو الخاص بزراعة الاشتاء الموجودة على القناة علمنا واخدنا وزرعنا العقل هناخد العقل لانلها في اصصيص اكبر واننتظر مرحلة الانتهاء اول نقطة انا هعملها هو ان انا احط 25% من التربة اللي انا احطها في الاصصيص عبارة عن سماد مشتل مع سماد عضوي سماد بلدي زي ما حضركم شايفين همكسوه وهخلي بقدر الامكان السماد يكون اسفل والتربة تكون اعلى من السماد الهدف من عملية الخلط هو ان انا اخلي السماد العضوي اسفل هو ان الجزور مش متوصلش السماد العضوي قبل ما يتحلل او قبل ما يتخمر بعد ان امكس السماد العضوي او السماد البلدي مع السماد المشتل اجيب الشتلة بتاعتي وهبدأ ازرحة الشتلة دي انا اخترتها لان فيها اكتر من نقطة هنشتغل عليهم ونشوفهم واهم نقطة فيها هي ان فيها فرع عقيم الفرع اللي فوق فرع جيد والفرع الاسفل هو فرع عقيم الفرع اللي طاله لفوق هو فرع جيد هنشوف محضركم انا اسفل ان ازيل الفرع الحالي في الوقت الحالي ولكن انا مش هزيل الفرع ده وهاسيبه عشان نقارن الخرق بينه وبين الفرع الجيد ده فرع عقيم الفرع مفروض ان انا في الحالي ازيله وده فرع جيد طبيعي جدا ده المفروض اللي انا اشتغل عليه في الشتلة. هنا الفرع التحت مش هنشيله طبعا ولكن هنقارن بينه وبين الفرع الصحيح في النمو. هبدأ اكمل الاصيس بالكامل بتربة زرعية. وضروري جدا ان انا اروي ريا غمر بعد ما ازرع الشتلة بتاعتي او بعد منقل الشتلة من مكان لمكان. بغض النظر عن اصيس او غير اصيس. لازم اروي ريا غمر. بعد عملية النقل. هكمل الاصيس بتاعي سماد مشتل. انا بالعادة باستخدام سماد مشتل. ما بفضلش البطنس طبعا. هكمل الاصيس بتاعي سماد مشتل وهروي ريا غمر. وده شيء ضروري جدا اني انا اروي ريا غمر بعد زراعة الشتلة. طبعا الريا الغمر بيكون هي اول ريا بعد الزراعة مشارطة. مش انه انا استمر في الريا الغمر. هنا ما شاء الله النمو عندي جيد. النبات بدأ يتحرك. هبدأ ازيل الاوراق القديمة فقط لغير بسي. بدأت الجزور توصل للسماد العضوي. بدأ النبات يستفيد. وزي ما حضراتكم شايفين. النمو كيد جدا في النبات بتاعي. الفرع العقيم لسه زي ما هو. والفرع الاساسي بتاعي يتحرك. ووضع ممتاز وجايد. لو كرنا نفس الشي الفرع العقيم ما تحركش. لانه طبعا هو مش هتحرك ومش هستفيد منه في الشتلة باي شيء. ومن المفروض انه انا في البداية كنت ازيله زي ما اتكلمنا في نقطة اختيار العقلة. لانه انا ممفعش استخدم فرع عقيم. هنا انا خلاص اكدت انه انا شغلي صح وانه الفرع العقيم ممنوش فايدة. فهزي الفرع. اص القمة النامية كمان مع ازالة الفرع. وابدأ اشتغل على تربيت النبات بتاعي. تبدأ تزهر السمار وابدأ اخذ فروع اساسية. بدل ما يكون عندي فرع واحد يكون عندي خمس وست افروع في النبات. وده هنشوفه في الفيديو مع حضركم الوقت. بقدر الامكان هحاول اعمل توازن في النبات. المجموع الخضري العالي مش هو اللي انا بطلع له او مش هو اللي انا بدور عليه. انا بدور على مجموع سمالية. هخلي تقريبا من خمس لست اوراق. وابدأ ازيل القمة النامية بتاعتي. اه وخمس وست اوراق او خمس وست عقل اساسيين. مش للعقل اللي تحت اللي هي قريبا بعضي. انا زلت الوراق اللي تحت الاسفل زلته وخليت بس عندي خمس اوراق. او ستة اوراق. حسب وضع النبات بتاعي. حسب قوة النبات او حسب نمو النبات. هتختلف العدد الاوراق اللي انا هتسيبه او الساق اللي انا هتسيبه على حسب قوة النبات بتاعي. لو النبات بتاعي ضعيفة اخليه. طبعا هنا انا قصيت اص ميل عشان الرطوبة او المي او ندى او كل واحد زي ما كل واحد فينا بيسميه او بيعطي المستمى بتاعه ما يتجمعش فوق سطح المكان المستوي او فوق سطح الساق لو كان المستوي. لما يكون القصي ميل فبالتالي بينزل عليه بينزل من عليه الميل بسرعة. او السائل اللي هيفرزو الشكل. هنا ما شاء الله بدأت السمار تظهر عندي. هنا بداية ظهور السمرة. على على كل العقدة هيطلع لي سمرة وهيطلع لي فرع. دي سمرة. حلينا نقرب الكاميرا. هنا بدأت السمرة تظهر. بدأت السمرة تظهر. ولو لاحظنا ان القص ميل مش مستوي. فبالتالي انا بيعيد ان شاء الله كل البعد عن الاصابة الفطرية او عن يحصل اه تعفن في الساق من الاعلى. هنا ما شاء الله بدأت السمرة شوية تنمو او بدأ النمو يظهر في السمرة وبدأ يظهر عندي فروع جانبية في النبات. هنا ما شاء الله بدأت السمرة توضح اكتر من الاول وبدأ يطلع عندي نموات افروع الجانبية على العقل. كل العقلة يطلع عليها سمرة ويطلع عليها فرع. المنطقة السفلية انا طبعا هيكون عليها كمية فروع كتيرة لان هي العقل قريبة من بعضيها. ده ما كان الفرع العقيم اللي احنا زلناها. وهنا الافرع دي انا طبعا مش هخليها كلها. هبدأ ازيل منها بعض الفرع واطرق بعض الفرع ولكن مش الوقتي بعد شوية هاختار الفرع الجيد وهزيل الفرع الضعيف. عملية اختيار الفرع وازالة الفرع بتعتمد على عدة طرق او على عدة اه اساسيات ان انا ازيل الفرع واخلي الفرع. اولهم انه ما يكونش عندي كسافة نباتية في مكان واحد. انه ما شاء الله الافرع اللي فوق جيدة. اصبع عندي كمية افرع جانبية واصبع عندي على كل عقدة صمرة. الافرع الجانبية والافرع اللي طلعت فوق هتركها بالكامل ان شاء الله ولكن شغلي كله في الفترة الجاية يكون على الافرع السفليا الافرع اللي نمت عندي او اللي طلعت عندي في اسفل الشكل. هنا بدأت الافرع توضح قدامي. هبتأ اختار منها الافرع القوية. وازيل الافرع الضعيف. كل الافرع المتكدسة على بعضها الكسافة النباتية. الافرع القريبة والافرع على بعضها قريبة من بعضها. الافرع الضعيفة كل دي انا مليش مصلحة فيها. كلها ازيلها بالكامل. ويكفيني ان انا يكون عندي تحت من ثلاث لاربع افرع بجانب الفرع الرئيسي. هنا الافرع اللي فوق ما شاء الله بدأت تظهر. وبدأت السمرة ما شاء الله تاخد وضع جيد عن اللي اوضع. هبدأ النقطة التانية هي كل الافرع الجانبية اللي طلعت عندي وفيش عليها سمرة هشيل الورقة الاساسية بتاعتها. ودي زي ما بنتكلم في اغلب الفيديوهات بتاعتنا هي عملية التوازن اللي انا بعملها ليه انبت. انا هنا اختركت الورقة للسمرة وتركت وشلت الورقة اللي عليها ساق او عليها فرع بدون سمرة. ومش مش ضروري ان انا اشيل كل الافرع بتاعتي مرة واحدة ممكن اشيلهم على مرة حكمالا للزراعة هتكون لنا فيديوهات قصيرة جدا على قناة عالم الزراعة ببساطة هتكون الفيديوهات متوسط دي تين وثلاث دقايقين. نتابع فيها ايش يطلع وتابع فيها العمليات اللي احنا نقوم بها الفترة القادمة لحين ما تستوي او لحين ما تنضغ استمار الا على النبات. اتمنى من الله ان يكون قدامت حضراتكم معلومة في ده. اتمنى ان الجميع يكون استفاد ولا تنسوا زكاة لها المتبلغه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.